الدولة بالتأكيد عندها خطة وتبزل فيها جهد لخفض السلع علشان خاطر المواطن وتبقى قبل رمضان مروراً بالشهر الكريم كل سنة وانتوا طيبين خلونا بقى نرحب جداً وبشدة بالمهندس سعادل عبدالعزيز العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة الجملة منوارنا فد أهلا بيك فد دايماً السؤال عارف حدك كده يعني يقولك الناس في بلادي يتسألون ما هي الجهود ما هي الخطة اللي موجودة في ذهنكم علشان الأصغار تهدى قبل ما ندخل على رمضان وطبعاً مروراً برمضان نفسه وإحنا جوه رمضان ما نلاقيش حصل أي تغير أولاً في البداية كل سنة وصعدتك طيب وحسب بصحة والسلام وشعب المصر كله بخير وصحة والسلام آمين يا رب ولو اختصرنا جهود الدولة في استقبال شهر رمضان وتوفير السلع وتخفيد الأسعار آآ هنتكلم باختصار جديد يعني في خلال من خلال ثلاث نقطة رأسية هنقول جهود الدولة تمثلت في طبعاً اصدار توجهات فخامة الرئيس عب فتاح السيسي لمعالي الدكتور مدبولي رئيس الوزراء آآ كافة اتخاذ كافة الجهود لاستقبال شهر رمضان ومش بس شهر رمضان هو الإجراءات اللي تم اتخاذها عشان نوفر السلع لكافة السلع الأساسية للمواطن المصري وخاصة قبل دخول شهر رمضان المعاصر بالفعل اجتمع معالي رئيس الوزراء مع السيد حسن عبدالله المدير أو رئيس البنك المركزي ومعالي الدكتور علي المصلحي وزير التجارة والتومين أو وزير التومين بوضع الخطة ايه كان اساسها اولاً هو التكوين المكون او توفير المكون الدولاري اللازم لتوفير هذه السلع ثانياً الافراج عن السلع الموجودة في المواني المصرية وكان ابسط مسألة على كده اللي هو تم توفير مكون دولاري او العملة اللازمة لاستراد اللحوم من جبوتي وتوفير ما يقرب من 100 مليون دولار لاستراد بقى الزيوت والالبان حسب طلبات معالي الوزير الدكتور علي المصلحي حلم جداً ده فيما يخص جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية اللي تخص المواطن لو كلمنا عن خطة الشركة القبضة للصناعات الغذائية وهي الزراع الأول والأساسي بعد هيئة سلعة التموينية لوزارة التموين الشركة القبضة للصناعات الغذائية برئاسة أحمد بي حسنين كان التوجهات من معالي الوزير لأحمد بي حسنين وبالتالي بالفعل الشركات التابعة للشركة القبضة بتوفير هذه السلع وزي ما ساعدتك قلت قبل الفاصل هو إتاحة كميات كبيرة جداً من هذه السلع والأصناف التي تخص المواطن لو قلنا فيه ثلاث نقط أو أربع نقط رئاسية للخطة اللي وضعتها الشركة القبضة لتوفير هذه السلع قبل بداية شهر رمضان المبارد هنقول الجزء الأولاني هو توفير السلع الأساسية السلع الأساسية تتمثل تقريباً في حوالي 15 سلعة بطبعاً أولهم طبعاً السكر وتقريباً حوالي 55.800 طن خلال الفترة الرمضانية الزيت حوالي أكتر من 16.900 طن خلال هذه الفترة الأرز الحر المكرونة الفول العتس كل كافة السلعة الأساسية الخمستاشر سلعة اللي تهم المواطن المصري ده بالإضافة لتوفير طبعاً السلع التموينية بجانب السلع التموينية اللي بيتم ضخها من خلال البطاقة التموينية للمواطن المصري يعني عندنا شهري مثلاً 65 ألف طن سكر بيتم ضخهم من خلال منظومة التموينية 42 ألف طن من الزيت برضو للبطاقة التموينية 25 ألف طن شهري من المكرون طب دي السلع التموينية طب بقيت السلع طب ما احنا عندنا حضرك بقى السلع زي الدواجد وبقى نواحها واللحوم يعني عندنا مثلاً في اللحوم حوالي 8200 ألف طن لحوم طازجة سوداني بتتم توفيرها وضخها وسعرها يعني لو حنتكلم على مرحلة الأسعار يعني الكيلو 250 جنيه دي ليه لحوم مبردة ها لحوم طازجة 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 بيقبل عليها المواطن في المنافس بتاعتنا طيب دي السلع اللحوم والدواجد وقلت الدواجد مثلاً كمان حوالي 2500 طن تقريباً السلع اليميش رمضان حوالي أكتر من 16 صنف من أصناف اليميش وأهمهم طبعاً بالنسبة لنا البلح وأمر الدين وجوز الهند وهكذا دي كميات كبيرة جداً تم توفيرها وضخها طيب النقطة الثالثة طيب السلع دي كلها هيتم ضخها إزاي أولاً هيتم ضخها من خلال المعارض اللي يتم إقامتها في الاستقبال شهر رمضان والمعارض دي هتبتدي أو ابتدت بالفعل من 15 أهل الرمضان وكل نواح من أهل الرمضان إحنا بتاعنا إحنا أهل الرمضان من 15 فبراير حتى 15 مارس من 15 فبراير حتى 15 مارس يعني إن شاء الله إذا رمضان يوم 11 يعني الحد يوم 4 رمضان إن شاء الله طيب حيتم توفير هذه السلع والمعارض الرمضاني إزاي إحنا عندنا طبعاً الشركة القبضة لها شركات تابعة الشركات التابعة اللي هي الشركة العامة لتجارة الجملة والمصرية لتجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية فيما يقرب من 1300 منفذ للفروع اللي بتتعامل مع المواطن مباشرة هيتعامل فيها برتشا أو مكان يتعامل لسلع أهل الرمضان بالأسعار المناسبة المخفضة اللي موجودة طيب ايه تاني غير المعرض دي في الشوادر تم اجتماع تنصيقي ما بين أكتر من حوالي شهر تقريبا ما بين معالي الوزير ووزير التنمية المحلية واستادة المحافظين والغرف التجارية وتم التنصيق على أن يتم حوالي 146 شهر على مستوى الجمهورية على مستوى 27 المحافظة الشوادر دي على الأقل خلص بيبقى فيه شهر رئيسي أو معرض رئيسي واتنين إضافي يعني كل محافظة فيها على الأقل 3 شوادر يتم من خلالها توفير السلع لكافة المواطنين بالأسعار المحافظات كبيرة يعني القاهرة محافظة كبيرة غربية كبيرة بالفعل مضبوط زي ما ساعتك بتقول بالضبط بيجوا السادة المحافظين بيتصلوا بينا بيقولوا والله إحنا عندنا 3 معارض أو 3 شوادر إحنا عايزين نزود الشوادر ما فيش مانع بنزود بال3 وال4 وال5 بحيث ممكن نصل أكتر في المحافظة يمكن أكتر من 6 معارض أو 6 شوادر موجودين ومن أهم من كمان المعارض أهم الكام الكبير جدا اللي إحنا بنضخه زي ما ساعتك قلت من التوفير للسلع وخاصة السلع الأساسية زي السكر يعني اللي موجود دلوقتي والحمد لله إحنا بنوفره بكمية كبيرة جدا يمكن زي ما قلت ساعتك في البداية 55 ألف طن و800 متاح للفترة الرمضانية المقبلة وبسعر الكيلو 27 جنيه كل المنافذ بإذن الله مليانة كل المنافذ وحضرتك الكاميرات التلفزيون وكاميرات التصوير بيتنزل وبتصور ده على الطبيعة ويمكن كان الافتتاحات إحنا افتتحنا يمكن دلوقتي في أكتر من حوالي أكتر من حوالي 25 معارض وشادر من يوم 14 فبراير بالزبط بدأ الافتتاح من جنوب سينة لحد لقص الأسوان تم إنشاء الافتتاح هذه المعارض بالتنصيق مع السادة المحافظين وبينزلوا بالفعل بيتموا مع معالي الوزير وبينزل يفتتح هذه المعارض والشوادر وكان آخرها بالنسبة لنا مثلا يوم السبت القبل الماضي كان عندنا في شبرة الخيمة وشرفنا مع معالي الوزير ومعالي المحافظ وفتتحوا المعارض وشافوا كم من السلع الموفرات شركة العامة ترجمة نانسي قنقر